ملخص تاريخ الوحدة الأولى بروز السراع وتشكيل العالم محتوى هذا الدرس لدينا أولاً معايير تشكيل العالم ثانياً دراسة وتحديد طبيعة العلاقات بين الكثلتين ثالثاً أسباب الصراع بين المعسكرين أو بين الكثلتين أي أسباب الحرب الباردة رابعاً وسائل الحرب الباردة خامساً إبراز الاستراتيجيات الخاصة بكل كتلة سادساً نتائج الصراع وانعكاساته على المعسكرين وسابعاً وآخراً نتائج الصراع وانعكاساته على العالم إذن معايير تشكيل العالم لدينا المعايير التاريخية والسياسية ثم المعايير الاقتصادية ثم المعايير الاجتماعية وأخيراً المعايير العلمية والتكنولوجية أولاً معايير تشكيل العالم المعايير التاريخية والسياسية إعادة رسم الخريطة السياسية لأوروبا والعالم الإعلان عن تأسيس هيئة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر سنة 1945 كأداة لحفظ الأمن والسلام في العالم تقسيم ألمانيا وأوروبا ثم العالم إلى شرق شيوعي وغرب رأسمادي انتقال الزعامة العالمية من أوروبا الاستعمارية إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أخيراً بروز موجة حركات التحرر في أغلب المستعمارات المعايير الاقتصادية بروز نظام اقتصادي دولي جديد استناداً لاتفاقية برودن ووتس في جويليا سنة 1944 وظهور النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير خروج الولايات المتحدة كأكبر مستفيد اقتصادياً من الحرب واستحواذها على ثمانون بالمئة من احتياط الذهب العالمي انتشار النظام الاشتراكي في أوروبا الشرقية واشتداد التنافس على الأسواق وبروز ظاهرة التكتلات الاقتصادية المعايير الاجتماعية ضخامة الحصيلة البشرية بـ 55 مليون قتيل وملايين المتشردين والمعطوبين والأيتام الدمار الكبير في البنى التحتية والعمرانية والمنشآت الاقتصادية انتشار الأوبئة والآفات والبطالة المعايير العلمية والتكنولوجية تطوير الترسانة العسكرية بعد تفجير القنبلة الذرية تطوير العلوم والتكنولوجيا غزو الفضاء وتطور وسائل الاتصال والمعلوماتية ثانياً دراسة وتحديد العلاقات بين الكتلتين كانت العلاقات بينهما علاقة صراع في إطار ما يعرف بالحرب الباردة وهي عبارة عن صراع إيديولوجي واستراتيجي بين المعسكر الشرق الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي والغرب الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية حيث استعملت فيه مختلف الوسائل ما عدى المواجهة المباشرة ثالثاً أسباب الحرب الباردة التنافر المذهبي بين الرأسمالية والاشتراكية انفراد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بالزعامة الدولية خروج الولايات المتحدة الأمريكية من عزلتها السياسية وتبنيها فكرة الدفاع عن مذهبها الرأسمالي انتشار المبادئ الشيوعية خارج النطاق الجغرافي السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية خاصة في شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا وجود القيادات المتطرفة التي لا تؤمن بالتعايش بين المذهبين مثل أهارت رومان الرأسمالي وجوزف ستالين الشيوعي إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على استخدام سلاح الذرة الفتاكي ضد اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية رابعاً وسائل الحرب الباردة تقديم الدعم الاقتصادي والمالي أي سياسة المشاريع السباق نحو التسلح وامتلاك الأسلحة الفتاكة نشر القواعد العسكرية الدعاية الإعلامية المغرضة الجوسسة والجوسسة المضادة تأسيس الأحلاف العسكرية ورابعاً إثارة الحروب الإقليمية والأهلية وتنظيم الانقلابات العسكرية خامساً إبراز الاستراتيجيات الخاصة بكل كتلة أولاً استراتيجيات المعسكر الغربي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً استراتيجيات المعسكر الغربي اقتصادياً وسياسياً لدينا أولاً مبدأ ترمان ثانياً مشروع مارشال وثالثاً مشروع إزنهاور مبدأ ترمان نسبة إلى الرئيس الأمريكي هاري ترمان أعلن عنه في 12 مارس سنة 1947 وهو يقضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار لبعض الدول لمواجهة الزحف الشيوعي استفادت منه خاصة اليونان وتركيا مشروع مارشال في 5 جوان سنة 1947 هي مساعدة مالية قيمتها أكثر من 12 مليار دولار عرضها جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة على الدول الأوروبية من أجل تحقيق الأهداف التالية الأهداف الظاهرة هي إعادة تعمير أوروبا وإنعاشها اقتصادياً مساندة الدول الديمقراطية في أوروبا وأخيراً التخلص من آثار الحرب العالمية الثانية الأهداف الخفية مقاومة المد الشيوعي في أوروبا ربط الاقتصاد الأوروبي والاقتصاد الأمريكي وتثبيت الرأسمارية في أوروبا فرض الهيمنة والوصاية الأمريكية على أوروبا دعم وإنعاش الشركات الأمريكية المفلسة التخلص من فائض الإنتاج وأخيراً إضعاف الارتباط بين الدول الأوروبية المستفيدة من المشروع والاتحاد السوفيتي مشروع إيزنهاور في 5 جانفي سنة 1957 نسبة إلى الرئيس الأمريكي إيزنهاور وهو يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لدول آسيا والمشرق العربي في إطار كسب دول حليفة في المنطقة وصد الشيوعية هناك استراتيجيات المعسكر الغربي عسكرياً أولاً حلف الشمال الأطلسي أي حلف الناتو ثانياً حلف جنوب شرق آسيا أي سياتو وثالثاً حلف بغداد حلف الشمال الأطلسي أي الناتو تأسس في 4 أفريل سنة 1949 بواشنطن بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وهو حلف عسكري كان يضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية ودول البنيليوكس والنرويج والدانمارك وإسلندا وإيطاليا وتركيا واليونان والبردغال وإسبانيا واليابان فتوسع حالياً إلى دول أوروبا الشرقية بعد زوال الحرب العالمية ويضم حالياً 28 دولة وعدد من الدول الحليفة حلف جنوب شرق آسيا أي حلف سياتو تأسس في 8 سبتمبر سنة 1954 يضم الولايات المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا والفليبين وتيلاندا بهدف محاربة الشيوعية في المنطقة والتصدي لها حلف بغداد تأسس في 24 فيفري سنة 1955 وضم العراق وتركيا وبريطانيا وباكستان وإيران ثم تم تحويل مقره إلى تركيا وأصبح يعرف بالحلف المركزي أي حلف سانتو بعد انسحاب العراق منه سنة 1958 استراتيجيات المعسكر الشرقي اقتصاديا وسياسيا ثم عسكريا استراتيجيات المعسكر الشرقي اقتصاديا وسياسيا لدينا أولا منظمة الكوميكون ثانيا مكتب الكومينفورم ثالثا دعم حركات التحرر رابعا مبدأ جودانوف منظمة الكوميكون ويعني مجلس التعاون أو منظمة التعاون والتبادل الحر بين الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية تأسست في 25 جان في سنة 1949 كرد فعل على مشروع مارشال وأهدافها هي تنشيط التبادل التجاري بين دول المعسكر وإقامة سوق حرة للتبادل التجاري بين دول المعسكر مكتب الكومينفورم ويعني مكتب الإعلام الشيوعي أعلن عنه في 5 أكتوبر سنة 1947 مهمته تنسيق التعاون بين الأحزاب الشيوعية في العالم والدعاية لمناهضة الرأسمادية قدم السوفيات دعما كبيرا لحركات التحرر في المستعمرات سياسيا وماديا من أجل إضعاف الدول الرأسمالية الاستعمارية من جهة وأملا في كسب تلك الشعوب بعد استقلالها في صف المذهب الشيوع من جهة أخرى مبدأ جدانوف ينسب إلى رجل الدولة السوفيتي أندري جدانوف جاء لرد مشروع مارشال الأمريكي ويعرف بمشروع بلشفة أوروبا الشرقية تم الإعلان عنه أثناء عقاد المؤتمر الدولي للأحزاب الشيوعية في 22 سبتمبر سنة 1947 ببوليفيا وتم نشره في الصحف بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1947 وهو يقسم العالم إلى قسمين الأول ديمقراطي ويقصد به المعسكر الشرقي أما الثاني فأمبريالي ويقصد به المعسكر الغربي نتائج الصراع وانعكاساته على المعسكرين اجتداد التوتر بين المعسكرين وظهور أزمات دولية خطيرة توازن قوى الرعب النووي أي تخوف كل معسكر من مواجهة الآخر فشل سياسة الاحتواء بسبب نشاط حركات التحرر الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي الخسائر المادية والبشرية بفعل الجوسسة والدعاية ظهور المعارضة داخل المعسكرين كخروج يوغسلافيا عن نهج الاتحاد السوفيتي وخروج فرنسا من الحلف الأطلسي بسبب الخلافات ظهور الانفراج الدولي أي سياسة التعايش السلمي وأخيرا تصدع الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي في نهاية الثمانينات نتائج الصراع وانعكاساته على العالم التقارب الآفروأسيوي وظهور حركة عدم الانحياز سنة 1961 انقسام العديد من الشعوب بفعل الحرب الباردة مثل كوريا، الفيتنام، وألمانيا ازدياد نشاط حركات التحررية في العالم الثالث وتلقي الدعم من المعسكر الشرقي ترجمة نانسي قنقر